الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من إظهار شعار الإسلام الأذان الذي وردت النصوص بالترغيب فيه قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون وأخبر بأنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة وقال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ومن هنا نستشعر القيمة العظيمة لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام ولعلنا نقر عددا من الأحاديث الوارد في كتاب الأذان من مختصري صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان عن أنس رضي الله عنه قال لما كثر الناس قالوا ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة إلا الإقامة قوله كتاب الأذان الأذان مراد به رفع ذكر الله عز وجل للإشعار بالنداء لأداء الصلاة ولا يختص الأذان بأن يكون في أول الوقت كما تقدم وقوله أنس رضي الله عنه لما كثر الناس أي كثرت أعداد الداخلين في دين الإسلام ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه أي أنهم احتاجوا إلى علامة تشعرهم بدخول وقت الصلاة مما يدل على أن وضع العلامة للإخبار بوقت الصلاة من الأمور الجائزة ويحسن أن يكون مما أخذ ونُكِل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الاهتمام بأداء الصلوات في أوقاتها قوله فذكروا أن يوروا ناراً يعني اكترح بعضهم أن يشعلوا ناراً في وقت الأذان في وقت كل صلاة ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة وقال للعالم وإذا كنت أصبعه أكترح وقت كل صلاة ضربه صوتا يجمع الناس فذكروا أن هذا من عمل النصارى ولذا أمر بلال وهو المؤذن أن يشفع الأذان أي أن يأتي بالأذان بصيغة التثنية وبهذا استدل الإمام مالك على أن التكبير في أول الأذان يكون مرتين والجمهور على أن الأذان يشتمل على أربع تكبيرات في الأذان لما ورد في حديث بلال وحديث عمر وحديث عبد الله بن الزيد وغيرهم أن الأذان في عهد النبوة كان يؤتى بالتكبير مربعا وقوله أن يؤتر الإقامة يعني أن يؤتى بألفاظها مرة مرة والقول بأن الإقامة على الويتر هو مذهب لأئمة مالك والشافعي وأحمد خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوله أن يشفع الأذان استدل به أحمد وأبو حنيفة على أن الأفضل عدم الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي باستحبابه وأترجيع في الأذان بأن يشهد الشهادتين بصوت منخفض قبل أن يأتي بهذه الشهادة بصوت مرتفع وكان بلال لا يرجع في أذانه وهو مؤذن أهل المدينة وكان أبو محذورة يرجع في أذانه وكان مؤذن أهل مكة فأخذ أبو حنيفة وأحمد بأذان بلال وأخذ مالك والشافعي بأذان أبي محذورة وقوله إلا الإقامة يعني أن لفظة قد قامت الصلاة لا يؤتى بها على الوتر وإنما تشفع وتكرر في الأذان والقول بتكريرها هو مذهب الأئمة الثلاثة بحنيفة والشافعي وأحمد لهذا الحديث خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى وقول الجمهور يظهر لدلالة حديث الباب حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة في هذا الحديث بيان كيفية بدء الأذان وأن الناس في أوائل عهد النبوة لم يكن لديهم أذان للصلوات وإنما يتحينون وقت الصلاة ويقدرون وقتها فيأتون بناء على تقديرهم ولا يوجد أذان في أول وقت الإسلام فجلسوا ينظرون في هذا الأمر ويتطلعون إلى أن يوجد عندهم شيء يكون سببا من أسباب اجتماعهم لأداء الصلوات فاقترح بعضهم الناقوس لكن الناقوس من فعل النصارى ومن طريقتهم واقترح بعضهم البوق الذي يصفر فيه ويطلع الصوت العظيم وقيل هذا عمل اليهود فعمر رضي الله عنه قال لهم أو أشار بأنني داي بالأذان قد ورد في الأحاديث أن عمر قد رآه في رؤيا وورد أن عبد الله بن الزيد رآه في رؤيا وكان الأذان بعد ذلك مشروعة لا لمجرد الرؤية التي رأوها وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ومن أنواع السنة السنة الإقرارية ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأذان والأمر يفيد مشروعية ذلك فقوله يا بلال قم فنادي بالصلاة استدل به على أن الأفضل في النداء للصلاة أن يكون المؤذن قائما لا جالسا نعم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء وسكت المؤذن أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب وسكت أقبل فلا يزال بالمرء حتى يختر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا وكذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فإذا وجد أحدكم ذلك ولم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدة إسه وهو جالس هذا الحديث فيه فضل الأذان وأثره العظيم في طرد الشياطين وفيه أن ذكر الله تعالى من أسباب ابتعاد الشياطين عن الإنسان وفيه الحديث أن الأذان يرغم أهل الباطل وأنهم يفرون من سماع صوت الحق وقوله له ضراط أي له فساء له صوت مسموع وذلك من أجل أن لا يسمع التأذين وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا خشي على نفسه من الشياطين شرع له أن يؤذن وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تغولته الغول أن يؤذن للصلاة وقوله هنا حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر المراد بالتثويب الإقامة فإذا أقيم للصلاة أدبر الشيطان هربا من سماع ذكر الله جل وعلا قال حتى إذا قضي التثويب وسكت يعني المؤذن أقبل الشيطان وفي هذا إثبات أثر الشياطين على النفوس وأنها توسوس في قلب الإنسان حتى تخطر بينه وبين نفسه وفي هذا الحديث دلالة على أن الأفكار والخواطر التي ترد على الإنسان في الصلاة لا تفسد صلاته فتكون صلاته صلاة صحيحة وفي الحديث أيضا أن تذكر الإنسان لبعض وقائع في أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة وفي الحديث أن من شك في الصلاة وتساوت عنده الاحتمالات عمل بالأقل وهو اليقين فإذا شك هل هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات فالأصل أنه لم يؤدي إلا ثلاثا وفي هذا الحديث مشروعية سجود السهو عند وجود السهو أو الشك في الصلاة وفي الحديث أن سجود السهو الذي نتج عن الشك يشرع أن يكون قبل السلام وفي هذا الحديث أن السهو كما يكون في صلاة الفرض كذلك يكون في التطوع وبالتالي يشرع عند الشك في صلاة التطوع من سجود السهو ما يشرع مثله عند صلاة الفرض وهذا الحديث يتكلم عند تساوي الاحتمالات أما إذا كان هناك احتمال أغلب من احتمال فكان يتردد هل صلى ثلاثا أو أربع وكان غالب ظنه أنها أربع ركعات فما العمل حينئذ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة القول الأول بأنه يعامل معاملة الشك فيعمل بالأقل وهو مذهب الإمام الشافعي واستدل بحديث الباب والقول الثاني بأنه إن كان منفريدا عمل باليقين وهو الأقل وإن كان إماما عمل بغالب ظنه وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثالث أنه يعمل بغالب ظنه فقالوا بأن أحاديث الباب وما مثلها إنما هي في حالة الشك التي تتساوى فيها الاحتمالات أما إذا كان هناك غالب ظن فإنه يشرع أن يعمل بغالب ظنه وفي هذه الحال يسجد بعد السلام وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ولعل قول مالك أرجح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في من غلب على ظنه شيء من الاحتمالات وسيأتي معنا بإذن الله قريبا حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخضري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث جواز تربية الأغنام وفيه جواز سكن البادية لمن أمن على نفسه من الجهل في ما يحتاج إليه من أحكام دين الله جل وعلا وفي الحديث مشروعية الأذان للمنفرد وأن ذلك من الأعمال المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها وفي الحديث من الفوائد استحباب رفع المؤذن لصوته بالأذان وأنه كل ما كان أرفع كان أفضل وفي الحديث من الفوائد شهادة المخلوقات للمؤذنين يوم القيامة وفي الحديث أن الجن يسمعون وأنهم يخاطبون بالتكاليف ويتعلق بهم الأذان وفي الحديث نقل الحديث على أنه من كلام الإنسان ثم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن في هذا الحديث مشروعية الأذان والنداء للصلوات ومشروعية إجابة المؤذن وقد اختلف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن فأوجبه أبو حنيفة ومالك لهذا الحديث فإنه قال فيه فقولوا مثل ما يقول وهذه صيغة أمر والأمر يفيد الوجوب وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن إجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة وصرفوا الأمر في هذا الحديث لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فلما قال الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم أفلح قالوا فدل هذا على أنه لم يكرر ألفاظ الأذان مع المؤذن مما يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب لأنه لو كان واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فإنه يستحب لمن يريد إجابتها يقول بمثل مقالته الصلاة خير من النوم وقال بعض أهل العلم بأنه يقول صدقت وبررت وقال آخرون بألفاظ أخرى في الإجابة لكنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالأولى أن يقال عند التثويب في أذان الفجر الصلاة خير من النوم لحديث الباب ورأى طائفة بأنه عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يشرع ويستحب أن يقول مثل قول المؤذن وذلك لحديث الباب وجمهور أهل العلم على أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع لمن أراد متابعة المؤذن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لورود ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وبعض أهل العلم استدل بأحاديث الباب السابقة على تفضيل الأذان على الإمامة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على أن الإمامة أفضل من الأذان بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإمامة ولم يكن يتولى الأذان ولو كان الأذان أفضل لتولى صلى الله عليه وسلم الأذان حسن الله إليكم قال عن معاوية رضي الله عنه أنه جلس على المنبر يوما فأذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال معاية وأنا فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن وقول ما سمعتم مني من مقالتي في هذا الحديث مشروعية إلقاء الخطب من على المنابر وفيه أن الخطيب وقت آذان المؤذن يجلس وأنه يقوم إذا بدأ خطبته وفي هذا الحديث مشروعية الآذان وفيه أن إجابة المؤذن عند التكبير تكون بالقول بمثل مقالته وسدل بالحديث على قرن التكبيرتين في الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر وبعض الفقهاء يستحب أن يفرد كل تكبيرة وحدها وحدث الباب ظاهره أنه يقرن بين التكبيرتين وفي الحديث أن إجابة المؤذن في التكبير تكون بمثل لفظه في التكبير وظاهر الحديث أنه عند الشهادتين يكتفي بقولي وأنا في بعض الألفاظ وأنا أشهد والجمهور على أنه يجيب المؤذن عند قول الشهادتين بمثل لفظه كاملا لحديثي إذا سمعتم الندى فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي الحديث أنه عند لفظ الهيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يجاب المؤذن بلفظتي لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث مشروعية تعليم الناس السنن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها بصيغة التحديث الصريح والسماع وفي الحديث فضل معاوية رضي الله عنه وحرصه على نقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية التعليم التطبيقي الفعلي أمام الناس ليكون ذلك أبلغ في التعليم حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامات والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة قوله في هذا الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء بينت روايات أخرى أن المراد بعد فراغ المؤذن من أذانه في هذا دلالة على مشروعية إلى أذانه وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم ما نهى يا الله زيدت الميم في آخر لفض الجلالة لأنها تستعمل للنداء وقوله رب هذه الدعوة التامة لأن دعوة الصلاة اجتملت على تعظيم الله وعلى إفراده بالعبادة وعلى إثبات الرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم فكانت دعوة تامة وقيل لها دعوة لأن المنادي يدعو الآخرين إلى أداء الصلوات وقوله الصلاة القائمة يعني التي ستتم يقامتها وقوله آت محمدا أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وقد ورد أن ذلك المقام مقام الشفاعة ورد أنه مقام يختص به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس للمحشر فتقرب الشمس من رؤوسهم ويخرج منهم العرق الشديد ويكون عندهم الحر الغليظ فيأملون أن يقضى بينهم لينتهوا من ذلك الموقف وهوله فيأتون إلى أنبياء الله واحدا واحدا ليشفع لهم ليقضى فيما بينهم فيمتنعون إلا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع للناس فيكون مقاما محمودا في ذلك الموطن وقوله الذي وعدته أي أن الله قد وعد نبيه بذلك وقد جاء في زيادة عند البيهقي أنه قال إنك لا تخلف الميعاد ومثلها عند الدار قطني بإسناد حسن ولكن أهل العلم اختلفوا فيها فقال طائفة هي رواية شاذة لأن أكثر الرواة لم يروه هذه اللفظة والأوثق على عدم إثباتها بالتالي رأوا أنها رواية شاذة لكون الراوي قد خالف من هو أوثق منه وهناك من قال باستحباب قول هذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد قالوا لأنها قد وردت بإسناد جيد والزيادة من الثقة مقبولة على ما يقرره أهل العلم فحينئذ وقع الخلاف هل هذه الزيادة من زيادة الثقة فتقبل أو أنها من المخالفة لأن الفاض الأذكار محصورة معدودة فالزيادة فيها تعد مخالفة لرواية من روا بدون هذه الزيادة وفي الحديث إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد إثباتها في أحاديث كثيرة ولذلك قال أكثر وأهل الإسلام بإثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للمعتزلة ومن وافقهم في قولهم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوى أورد المؤلف هذا الحديث ليبين عظيم فضلي الأذان وكثرة الثواب المترتب عليه وقوله بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك على الطريق يعني أن المار يتأذون منه فأخره أي أزاله عن الطريق وأبعده منه فشكر الله له أي أنه قابل فعله الحسن بالثواب الجزيل فغفر له يعني تجاوز عما كان منه في هذا فضل إزالة الأذى من الطريق وإبعاد الأغصان التي يتأذى الناس منها والتي تكون في الطرقات وفي الحديث بيانوا أن لفظة الشهيد لا تنحصر في المقتول في المعارك بل هناك من يكون لهم فضل الشهادة فأول هؤلاء المطعون هو الذي أصابه مرض الطاعون فمات بسببه ومن الأمراض التي كانت مشهورة في الأزمان الماضية وقل وجودها قال والمبطون والمراض به من مات بسبب مرض في باطنيته فمن مات بداي البطن دخل في هذه اللفظة والثالث من الشهداء الغريق وهو الذي يموت في الماء والرابع صاحب الهدم يعني الذي سقط عليه البناء فهلك بسببه والخامس الشهيد في سبيل الله من يقتل في المعارك التي تكون بين أهل الإسلام وغيرهم وأما من قتل في المعارك التي تكون بين أهل الإسلام بعضهم مع بعض فلا يدخل في هذا اللفظ وقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر والثواب الجزيل وما يكون فيه من أجور متتابعة ثم لم يجدوا أي أنهم اختصموا على الصف الأول وعلى النداء وحينئذ قال لو يعلمون ما فيهما لا تسابقوا لفعلهما حتى لا يستطيعون أن ينفكوا من النزاع الواقع بينهم إلا بعمل القرعة ويلمراد بقوله إلا أن يستهموا أن يضربوا بالقرعة فيما بينهم ليعلموا من هو الأحق بالنداء أو الأحق بالصف الأول قال ولو يعلمون ما في التهجير أي لو كان الناس يعرفون الأجر العظيم المرتب على التبكير للصلاوات التهجير التهجير التبكير للصلاة لا استبقوا إليه ولا كان كل واحد منهم يسعى لأن يكون من أهله قال وَلَوْ لَوْ يَعْلَمُونَ لِلْمُ لِلْمَسْجِدِ قَدِمُوا إِلَيْهِ حَبُوا على أيديهم وأقدامهم وفي هذا فضيلة هاتين الصلاتين صلاة العشاء والصبح وفضيلة أدائهما مع المسجد ومع الجماعة في المسجد وفي الحديث من الفوائد عظم أجر من يحافظ على الصلوات مع الجماعة بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أسبغ الله عليكم نعمة وبارك لكم في أرزاقكم وأوقاتكم وأبدانكم وأصلح الله ذراريكم نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات ونسأله لهم توبة صادقة كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى كما نسأله جل وعلا لولاة أمرنا سعادة الدنيا والآخرة وأن يكونوا من أهله الخير الداعين إليه الباذلين الأسباب لنشر الهدى والحق في العالمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين